السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخباركو يا رب تكونوا بخير ان شاء الله معانا فيديو جديد النهاردة هنقفل فيه بطانة الجاكت على المكنة اول حاجة بعملها في البطانة ان انا بركب الجيب الداخلي او بعمل الجيب الداخلي للجاكت بركبه في اي ناحية في اليمين او الشمال بركبه في الناحية الشمال بحددها ازاي اول حاجة ان انا بشتغل على وش البطانة جيره الكمة بيبقى خارج المكنة تمام وكتف الجاكت او الكتف اللي موجود في البطانة بيبقى داخل المكنة والسستة بتبقى ناحيتي او الناحية اللي هتركب فيها السستة بتبقى اتجاهي يعني اول حاجة بعملها بجهز الفلتو بتاع الجيب بالشكل الواضح قدام حضاركو الفيديو اللي فات احنا حضرنا البطانة قصناها وجهزنا الفلتو وجهزنا ورق الجيب وجهزنا المصرى او قطعتين السجاف اللي هيركبه مع السستة والبطانة بجيب ورقة من ورقتين الجيب او من قماشي الجيب بيتقال عليهم ورقة الجيب وابتدي احدد عرض الفلتو اللي انا هحتاجه انا عايز عرضه اقديه وببتدي اخيطه بالشكل ده في قطعة من القطعتين اللي انا هعمل منهم الجيب مقاساتها بتبقى العرض تقريبا من 18 سنتي تقريبا 18 سنتي والطول بيبقى حوالي 24-25-26 على حسب المقاس اللي حضراتكو عايزينه لكن انا عاملهم عادي جدا كده وهصفيهم في الاخر ان شاء الله دي القطعة التانية الخيالة او المراية اللي هي هتبقى موجودة في الجيب ممكن اركبها لطش على الورقة او ممكن اركبها بالشكل اللي انا بركب به دلوقتي ضروري جدا احدد مكان الجيب واحدد ان دي النحل الشمال اللي يعمل فيها الجيب طبعا مكان الجيب بالظبط بيكون تحت الجيل وبحوالي 5 او 6 سنتي او قيس من نقطة الكتف اللي بقيس منها كل الاطوال حوالي 25-26 سنتي تقريبا في الحدود ديات او على حسب طول الجسم اللي انا هفصل عليه الشغل اول حاجة بعملها ان انا بحط الفلتو بالشكل ده بخلي يظهر اللماش نحيتي ممكن اعمل الجيب حوالي 15 سنتي الفلتو بيكون وشه ناحية وش البطانة لانا لسه هارجع لبو هيبقى عدلته الفوق يعني بساوي ورق الجيب كده مع المكان اللي هركب فيه السستة وخيط بالشكل ده ده بالنسبة للقطع ديات بيتقلب كده بالشكل ده وهجيب المراية او الورقة التانية اللي هركب فيها المراية المراية او الخيالة بالشكل ده الوش دايما مع وش البطانة لتحت وهقدر المسافة اللي انا محتاجها لعرض الفلتو لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشيل للفيديو ولو عند حضركوا اي اسئلة اكتبوها لنا في التعليقات ببتدي ازبط كده العرض اللي انا محتاجه انا محتاج عرض الفلتو بالزبط لا يزيد ولا يقل هقلب كده الفلتو كده وتأكد هل انا حطيت الابرة او الدواسة مكان العرض اللي انا محتاجه او لا هبتدي ازبطها وهبتدي ازبط الخياطة من مكان ما بدأت وانا بركب الفلتو هو نفس المكان اللي انا هبدأ منه اركب المراية او القطعة التانية من الجيب او ورقة الجيب التانية وهبتدي امشي خط مستقيم وحافظ عن مسافة اللي انا بدأتها كده انا ركبت القطعتين هبتدي افتح البطانة بالشكل ده كده وقبل النهاية هقف وهاخد فورت ناحية اول الخياطة وفورت الناحية التانية او هقص لحد اول الخياطة بالشكل ده هتبدأ الصورة توضع مع حضراتكم هعدي ديات تحت بالشكل ده اهو وهقلب الورق التانية بالفلتو اهو الصورة بدأت تكون واضحة لحضراتكم طريقة سهلة وبسيطة ومش متعبة هبتدي ازبط الفلتو كده مع الخيالة او المراية هزبط قماشي كويس جدا وهامشي خط مستقيم لازم الحاجات دي تبقى متساوية ما تبقاش دخلة او طلعة يبقوا كلهم على خط مستقيم اتمنى الصورة تكون واضحة واتمنى برضو الطريقة تكون سهلة وهبتدي اخيات كده وهقفل ورقتين الجيب مع بعض وهنا هحدد عمق الجيب اللي انا محتاجه طبعا الزيادة اللي في الورقة التانية ديت هي قيمة الخيال او المراية اللي انا ضفتها لها وهبتدي اعليف في الجيب دوران كده وهاجي هنا الناحية التانية من الجيب او من الفلتو هزبطها كده واتأكد انها في مكانها بالشكل ده كده هزبطوا ماشي كويس وهنا هعمل فرمطولة او هتقل الخياطة عشان دايما الجزئيات ديت هي اللي بتتفك بسرعة وهرجع للجيب تاني لو دوران مش عاجبني او كده هبتدي ازبطه او لو الجيب كان غويت شوية لتحت هبتدي اصغره دي بترجع لرغبة حضراتكو وبعد كده هبتدي اشيل الزيادة شايفين شكل الجيب هبتدي بقى اصفي بالمقص كل الزيادة ديت انا طبعا صغرت الجيب شوية وعملت دوران مناسب للا انا محتاجه طبعا مش بيحتاج اوفر لانه بيبقى داخل الجاكت مش بيبقى عرض انه ينسل او كده يعني وده شكل الجيب بعد ما خلص بسهولة وببساطة جدا هبتدي بقى اركب القطع ديت طبعا في منها يمين والشمال وانا بحضر البطانة كنت علمت الوش والظهر او اليمين والشمال اللي ما شافش الفيديو اللي فات يرجع له هتدي دي اخيط الاتنين في بعض كده بهدوء كده خالص دي اسمها مصرة او سجاف بتبقى ناحية السستة او اللي بيركب فيها السستة طبعا هي نفس الفكرة في اي بطانة عايزين تعملوها اي بطانة ايا كانت هي بتعمل بالطريقة ديت طبعا الزيادة اللي لدينا عندي في البطانة ديت انا هصفيها فيش مشكلة وده شكل الجيب مع السجاف او مع المصرة اللي احنا ركبناها اتناها السستة هتركب بقى في القماشة ديت وده القطعة التانية من البطانة الخاصة بالستر ابتدي اركب المصرة فيها بنفس الشكل ده كده او السجاف على حسب كل منطقة بتسميها اي يعني وكده القطعتين اللي خاصين بسدر خلصوا تقفلوا عمالنا تجيب الداخلي هبتدي اقفل الظهر معاهم الوش مع الوش او بطانة الظهر قصود يعني طبعا البطانة يعني ما بتاخدش اهتمام كبير قوي زي جسم الجاكت نفسه في الغالب بتبقى اكبر شوية مش بندق فيها قوي بالشكل اللي هو مية مية يعني لانها بطانة وبتطمط وكده فما بيعابلناش فيها مشاكل بعد كده هبتدي اركب الكم او بطانة الكم مع البطانة اللي خاصة بالشاكت معلومة بس بطانة الكم لازم تكون ستان مثلا او قماش ناعم بلاش قطيفة لان انا شفت جواكد كتير جاهزة بتبقى بطانة الكم مبطانة قطيفة فاتيه تلبس الكم يطلع معاك فنصيحة يعني معلومة وبعد كده هبتدي اقفل الجامب بالشكل ده كده ده كده الكم يا جماعة او بطانة الكم اهم حاجة الفرمطولة في الاول هبتدي اقفل الجامب كده كده انا بشتعل على ظهر القماش كلامي دايما يا جماعة بقدمه او بوجهه للناس اللي لسه بتتعلم خياطة او بعيدة عن التخصص يعني في الكم التاني هعمل فرمطولة كده هبدأ يعني حوالي خمس ستة سنتي وعمل فرمطولة واسيف فتحة كده في الكم خمستاشر عشرين سنتي عشان هقلب منها الجاكت بعد كده بعد ما اقفل البطانة هبتدي ازبط وماشي واعمل فرمطولة تحت البط عشان زي ما قلت لحضراتك والاماكن ديت بتبقى معرضة انها تتفك جبت عراقة كده هي اسمها كده اللي بتركب في الظهر وبيكون فيها التيكت وجبت تيكت عندي كده اي تيكت يعني وركبته هي طبعا العراقة بتركب في بطانة الظهر قبل ما تتقفل مع السدر بس انا ما كنتش هركبها بس قلت اعملها وركبها مع حضراتكم للافادة يعني باتني حرفها حاجة خفيفة كده عشان الناسلة وعشان الفينيش وشكلها يبقى نظيف هما في المصانع بيشتغلوا بالطريقة ديت طبعا انا معاكم خطوة بخطوة بوضح لحضراتكم كل التفاصيل اللي موجودة ابتدى زبط القماش كده وركبها عشان يبقى شكلها حلو الخطوة اللي جاية هركب اللي هيقة او بطانة اللي هيقة طبعا انا عامل افراط هبتدين اشتغل عليها ان شاء الله الفيديو اللي جاية هنشوف احنا بنركب البطانة مع الجسم الجاكت ازاي وده الجاكت بعد ما خلص تماما واضح قدام حضراتكم دي صورة واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة